الحمد لله على سابغ نعامه وبالغ منه أكرمنا بخاتم الأنبياء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين شرح الله تعالى صدره ورفع ذكره فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوثيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله ويأتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم أيها المسلمون في ربيع الأول تتجدد ذكر مولد خير البرية ورحمة الله تعالى للبشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم وهو دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام إذ قال ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وهو صلى الله عليه وسلم بشارة سيدنا عيسى عليه السلام حين قال ومبشرا برسولي يأتي من بعد اسمه أحمد وقد رأت أمه سيدة آمنة بنت وهاب في منامها حين وضعته نورا أضاءت له كسور الشام وكان مولده صلى الله عليه وسلم نورا أضاء له عز وجل به الدنيا وأظهر به الحق قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين فالكتاب هو القرآن والنور هو سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله تعالى أعلى نسب وأرفاعه وجمع له عز وجل الشرط من أطرافه عباد الله لقد أُلِد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيم الآب فأحاطه الله عز وجل بعنايته وخساه برعايته وامتن عليه سبحانه بقوله ولا سوف يعطيك ربك فطرضا ألم يجدك يتيما فآوى وتشرفت السيدة حليمة السعضية بإرداعه وكان الخير معه صلى الله عليه وسلم حيث ما حل وأينما نزل وقد خرجت حليمة في نسوة من بني سعضي يلتمثنا الرضاع بمكة سنة جدب وقح لم تبقى شيئا فلما أبصرت السيدة حليمة محمد صلى الله عليه وسلم وقد علاه البهاء والنور تعلق به قلبها فأخذته بين يديها وضمته إلى صدرها فما أن وضعته في حضنها حتى دار لبنها فشرب صلى الله عليه وسلم حتى شبع قالت وقام زوجي إلى ناقتنا فإذا هي ممتلئة الضرع فحلب لنا ما شئنا فبتنا ليلتنا بخير شباعا وراء وقد نام سبياننا وكانوا لا ينامون من شدة الجوع ولما بلغ صلى الله عليه وسلم الخامسة من عمره أرجعته حليمة إلى أهله وتولاه جده عبد المطالب فأحباه محبة خاصة وأولاه عناية فائقة وكان يقدمه على غيره ويقول إن لابني هذا لشأنا وبعد وفاة أمه وجده آلة رعايته صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب وكان قليل المال كثير العيال فتحمل النبي صلى الله عليه وسلم المسئولية منذ صغره وعمل برعي الغنم قد وصفه الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس عطاء وأصدقهم لهزة وأعظمهم أمانة وألينهم معاملة وأكرمهم عشرة من رآه حابة ومن خالته أحبه يقول واسبه لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم ولما سمعت سيدة خديجة بنت خويليد رضي الله عنها بنبل صفاته وكرم أخلاكه صلى الله عليه وسلم وكانت إمرأة لبيبة حازمة فبعست إليه فعرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام تاجرا فعرضت عليه الزواج فتزوج صلى الله عليه وسلم وقد أعطى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم رجاحة العقل وسداد الرأي ودقة الفهم جمال الصورة وكمال الهيئة أيها المتشوقون لصماع صيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ صلى الله عليه وسلم أربعين عاما أوحي إليه أول ما بدي به صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح أي تحققت كما رآها صلى الله عليه وسلم ثم حبب إليه أن يخلو بغار حرا ويتعبد فيه الليالي الكثير حتى جاءه الملك بالوحي فقال اقرأ وكانت تلك الكلمة أول ما أمزل عليه السلاة والسلام فاللهم وفقنا جميعا لطاعت لطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وطاعة من أمرتنا بطاعته بقولك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم نفعني الله وإياكم بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته